اشتركوا في القناة بقايا الالتراب الجوي سيخوص الواجهة الشرقية سحب سفلة كثيفة خاصة على الواجهة الساحلية احتمال لبعض الامطار سحب كذلك ستنتشر تكون كثيفة خلال امسي على منطقة تندوف الحدود المالية الجزائرية مع هبوب رياح قوية مما تعمل على التطير ليرمال على الصحراء الوسطى اما درجات الحرارة خلال ليلة اللوم خاصة صباحة الغد ان شاء الله سبعة درجات دون الصفر على ولاية سعيدة كذلك البيض ربع درجات دون الصفر على التيارتس درجات دون الصفر على كونيس طيف قلما ميلا خنش لسوق هراس وحتى لولاية باتنا مقاييس ما بين ثلث درجات لغاية الخمس درجات على السواحل ناسمي قياس على الصحراء الوسطى مرتفعة الهوغار والتاسيلي تسع درجات على اقصى الجنوب بما خلال ظاهرة الغد ان شاء الله درجات الحرار قسوة في ارتفاع طفيف خاصة على الوجهة الساحلية مقاييس ما بين ستاش لغاية سبعتاش درجة لكن تنخفض دائما على الهذاب مقاييس ما بين ست درجات لغاية سبعة درجات ننتظر 12 درجة على ولاية بشار 12 درجة على الجنوب الغربي وكذلك الجنوب الشرقي 27 درجة على اقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على السواحل الغربية رياح ضعيفة لان تتعدى لعشرين كم في الساعة بحر قليل اتراب على السواحل الوسطى رياح كذلك ضعيفة لان تتعدى ثلاثين كم في الساعة بينما بحر من قليل اتراب بلو مضطرب ليتحول إلى كثير الاتراب خلال ليل ان شاء الله على وجهة السحرية الشرقية رياح قوية تصل غاية الخمسين كم في الساعة اشتركوا في القناة